وعود إلى الخبر الخاص بتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيري النقل وقطاع الأعمال والمسؤولين المعنيين واجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل المكثف لتطوير شبكة المواني والطرق الرئيسية وربطها بالطرق والمحاور وتحسين اتصالها بالمدن والمناطق الصناعية واللوجستية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ولواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية حيث اطلع سيد رئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع فضلا عن مستجدات المشروعات التابعة له في منظومة صناعة الحديد والصب ووجه السيد رئيس بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب واصق للقدرات المهنية والفنية وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة كما اطلع السيد رئيس على تطورات تنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقل خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير المواني البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية لسيما ممر العريش طاب اللوجستي الذي يصل بين مواني البحرين المتوسط والأحمر ويربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية وذلك في إطار الخطة المتكاملة للدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفردي لمصر وتطوير شبكة المواني المصرية أضف المتحدث الرسمي أن السيد رئيس وجه في هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لتطوير شبكة المواني والطرق الرئيسية وربطها بالطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة والمتعددة وتحسين اتصالها بالمدن والمناطق الصناعية واللوجستية بما يساعد على تحقيق التكامل بينها لزيادة التداول في المواني وتحقيق السيولة في حركة النقل والتجارة وكذا تعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب ويضيف إلى القدرات الشاملة للدولة وينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين اشتركوا في القناة